السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بيتم في حلقة جديدة اليوم سوف نرى كيف يمكننا تفعيل خاصية جميلة سوف نرى أربعة أشياء جميلة يمكننا فعلها في جيميل متأول شيء في بعض الأحيان ترسلوا أني ميل شريطة أو صديق ونريد تغيير شيء ما في الميل المبعوث أو إضافة شيء ما أو صحب شيء ما هذه الخاصية هي مفاعلة فعليا في جيميل في مدة زمنية للخمسة التواني يمكن تتغييرها من خمسة التواني إلى ثلاثين تانية لتغيير هذه المدة الزمنية ما عليك إلا الذهاب إلى جيري للدريلي بعد ذلك تانقر على جينيغار وهنا سترى بأن المدة الزمنية لتغييرها من خمسة التواني لتغيير هذه المدة الزمنية يمكنك اختيار مدتك الزمنية التي تريد أن تفاعلها أنا مثلا سوف أفاعل عشرين تانية لكي يتمكن من إلغاء الإرسال للإيميل ولا تنسى أن تسجل هذه التغييرات ونقر على أنجستخي لموديفكاسيو سوف نرى هل فعلا سعيدت هذه المدة الزمنية أم لا سوف أقوم بتجربة سوف أرسل الإيميل سوف أجمع أم توقع سوف أريد أن أرسل الإيميل ونستعر على تست إيميل هنا تلاحظ أن أرسل الإيميل سوف أقوم بتغيير بعض الشيء سوف أقوم بنقر على أنولي وبالفعل تم إلغاء إرسال الإيميل هذه الخاصية الأولى أعتدل الأصدقاء على لغة العربية الفصحة لأنني أريد أن أتصل المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المتجبعين في العالم العربي إن شاء الله حاليا في المجال العملي والمجال الذي سنشغل فيه هناك اللغة الفرنسية والإنجليزية بالطبع الحال لا يوجد مكان للغة العربية إلا في الوسط الاجتماعي سوف أحاول أن أتطور اللغتي مع المدة إن شاء الله هناك خاصية اسمها MyTrack هذه السنسيون على سبيل المثال عندما نرسل الإيميل ونريد أن نعرف إن كان المتلقي قد قرأ الإيميل أم لا هناك إمكان يريد أن يأتيك إشعار بأن رسالتك تمت قراءتها بالفعل من طرف المتلقي ما عليك إلا أن تحمل واحد تحمل تسمى الإيميل ويجب أن تحمل تحميلها على تحميلها ما يساعد قم باضافاتها الى اه متصفحة. هنا اضافة الاستنسيون. ننتظر الى ان يجب تتبيج هذه الاستنسيون. تمت اضافتها بالفعل. تقوم باضافة الى حسابك الشخصي الذي تريد ان تفاعل به هذه الخاصية. تقوم بان هناك اضافة الاستنسيون. اريد ان ارسل لان رسالة الى متلقي لكي نعمل نعمل تجربة لنرى هل تمت بالفعل تفعيل ام لا. بالفعل. سوف ننتظر الى ان يصل لماي الى المتلقي. وبعد ذلك نرى إن كان قرأها أنه بالفعل هنا وصلني إشعار بأن المتلقي قد قرأ بالفعل رسالتي دقيقة بعد وصولها له هذه هي الخاصة الجميلة نمر إلى الخاصة التالية وهي الخاصة هذه جميلة جداً أعجبتني وأردت أن أشاركها معكم على سبيل المثال شخص ما أرسلني أنيمي فيمكنني أن أعرف هل أرسل الإيمي مع أرسل الإيمي كما فعلت الآن أرسل الإيمي الإيمي على دودل كروم سوف تجدون الروابط المباشرة التي تستطيعون تحميل هذه هاد الازمسون هادو. مفعالة على حساب جيميل خاص بي. رسالة وصدقني رسالة من صديق لي. هنا يمكن أن أعرف أن هذا الميم فعل خاصيات الميتراكيم لكي يعرف أن تقرأت أم لا فيجب أن تكونوا حذرين لأنك عندما تفتح الرسالة سوف يصلوا إشعار بأنك تفتحتهم هنا يمكن أن أعرف إن كان هذا الصديق أو هذا المرسل قد استعمل الميتراكيم مطلوب مستر يوز الميتراكيم إن فتحته سوف يسعى بأنني نسيت أن أقول لكم شيء في الخاصية الميتراكيم إذا أردت أن أرسل رسالة ولا أريد أن أستعمل هذه الخاصية هنا يمكن خاصية الأخيرة جميلة جداً هناك العديد من الخاصات التي أخترت لكم هذه أربع خاصة جميلة جداً رائع صراحةً هناك خاصة يسمها بومروند جيمي على سبيل الميتال نريد أن أنا مثلاً غداً عندي طائرة على الساعة 9 صباحاً وأريد أن أرسل رسالة على الساعة الواحدة بعد الظهر هنا يأتي الظهر الفعال لبومراند جيمي يمكنك تنزيلها سوف أضع لكم الروابط أسفل الفيديو في ديسكريبشن يمكنك تتفعيل أجود تلكم إضافته إلى التلكم أجود تلكم هنا يتم متفعيل بوم روند فور جيمي معذرة أصدقائي ننتظر إلى نهاية الأدى سوف نرى تجربة لكي نرسل رسالة في وقت محدد تختار الحساب الذي تريد أن ترسي لها سوف تشعيل هذه الخاصية اختار مثلا غدا 24 مارس على الساعة الثانية سوف يتم ارسال هذه الرسالة غدا على الساعة التي برمزتها هنا ترعي هنا هدو كلهم عبت الميتراتين انتبهوا جيدا هذا هو هذه حلقة اليوم اشترعتم كثيرا للمتابعة واذا كان لكم تساؤلات او ملاحظات فانا اراها الاشارة ما عليكم الا ترسالة او اتصال به عبر المي اشتركوا في القناة الاشتراك في القناة الاشتراك الاشتراك اشتركوا في القناة الاشتراك اشتركوا في القناة الاشتراك